اشتركوا في القناة في جامعة في كلية التربية الآن ضائفة جدا جدا وده السبب الرئيسي لخل الأستاذ ما يكون معاهل تعهيل جيد ما أنا الآن الأستاذ هو أهم أهم شريحة الآن ما وجوده عندي ما ممكن أنا زول خاشبة 52 و53 دار الديني مخرج جيد نعم دي واحدة من الإشكاليات وإشكالية مهمة جدا الشيء الثاني تمهين مهنة المعلم يعني ما أي زول يمسك طبشيرة ويمشي يدرس قلنا زي ما الآن إذا أنت في مجلس المهنة الطبية إذا أنت دكتور إذا ما أدوك شهادة من مجلس المهنة الطبية ما بتزاوي مهنة الطب كذلك الصيادة إذا ما أدوك شهادة من الصيدلة إنت ما تمارس مهلة شنو الصيدلة ولو عقدنا مقارنة أستاذ عاوض يعني أيهم أهم في الاثنين الأهم حكاية الطب أنا أحرص عليه في الشهادة ولا المعلم المعلم هو أكيد المعلم أنا لازم أحرص على أنه يكون أندي معلم جيد والمعلم الجيدة لازم أنا أديه جراءات بتاع التدريب الآن ما في جراءات بتاع التدريب مستمرة يعني الآن إذا كانت ميزانية الدولة في التعليم واحد في المية أو اثنين في المية يعني ميزانية التعليم إذا كانت واحد في المية أو اثنين في المية أنا أطور التعليم كيف كل الدول التي تقدمت وكل الدول التي تطورت أدت ميزانية كبيرة جدا للتعليم يعني حسا ماليزيا دي الاستثمار بتاعه استثمرت في التعليم برنامج آي آي بي يعني استثماره كله كان في شنو في البشر لشان كده الدول تطورت والدول نمت فأنا إحنا الآن نرى إنه ميزانية التعليم ضعيفة جدا وهذه الميزانية الضعيفة أدت إلى ضعف المعلم يعني أنا ما أتكلم عن الراتب أنا يعني الناس دي كلها بتتكلم عن الرواتب لا ما الرواتب بس يعني الميزانية بتاع التعليم الآن إحنا عندنا هنا في السودان أنا زي ما قلت لك أنا الآن عندي يعني مثلا في الامتحان الشهادة السوداني 500 ألف طالب على مستوى السودان السودان 26 ولاية الحكومة لا تمتلك إلا مطبع واحدة مطبعة آفاق ما أقول مطبع واحدة لكتابه المدرسة الحكومة الآن بتشتري الكتب من السوق من تجار لأنه مطبعاتها ما بتكفي يعني حكومة الآن تمتلك مطبعة واحدة ما أقول مطبعة واحدة في السودان تكفي كتب مناهج لـ 26 ولاية دي شكالية كبيرة جدا يعني المناهي ذاته مشكلة يعني المناهي ذاته الآن بقت مشكلة كبيرة جدا طيبة لحياة طيبة